لا إله إلا الله ولو شيد ساعاتك بالحلي تراك حزينة ودمع العين يضطرب وهذا عراقك الموشوم بالأحزان بيت عزاء من أول التاريخ أسود ردائك أم شهيد وبنت شهيد وجدة شهيد منذ ثمانينيات القرن الماضي لم يتوقف نزيف الدم حيث الحرب الإيرانية العراقية التي استشهد فيها مئة الألاف حولوا بيوت شعب الرافدين إلى بيت عزاء بحجم الوطن ثمان سنوات من الحرب تبعتها 12 سنة من الحصار الذي تحول فيه العراق من بلاد خير وازدهار إلى فقر وجوع وحسرات نحو 40 مليون لم يقفل لهم جفن لحياة هانئة بل كان الاحتلال الأمريكي عام 2003 صفعة جديدة بعد الحصار ليزداد الانهيار للوطن ثم سادت لغة الفتنت والطائفية على يد المخربين وأياد العبث من الخارج مقابر جماعية قتل للنساء والأطفال فلا البراءة هنا لها موقع من الإعراب أو الكبر في السن تكالبت على البلد من شماله إلى جنوبه لعنة الإرهاب ليدخل داعش عام 2014 مسيطرا على معظم البلاد في تدمير للبنية التحتية ومؤسسات الدولة وحاضرها السياسي والاقتصادي موت بأشكاله كافة في الساحات والشوارع والبيوت بالقنابل والرصاص والصواريخ ثم الفساد المنظم على أيدي سراق البلاد من أصحاب نفوذ قادوا البلاد نحو المجهول فساد وسرقة ونهب وسلب وتزوير ثم اغتيالات بالجملة لأي صوت عراقي حر لم تتوقف حتى اليوم حتى أن العالم بات يسجل في مخيلته أن شعب الرافدين مجبول على الحزن إلى أن صنف العام الماضي على رأس قائمة الشعوب الأكثر حزن معروف فيه الحرب متقلب بين النيران الطائفية والفتن مكتظ بغبار الفساد حتى أغانيه للحب حزن وللشوق حزن وللفقد أحزان ويوم ينادي المنادي يا عراق لا صوت غير القهر والدموع يجيب أينكم يا عراقيين حزن من كل شيء وفي كل شيء حتى الأوبئة لم يسلم منها العراق وحتى في ساحات الملاعب تذرف الدموع فمن يحيي ضمائر سياسيكم قد تجيبهم البصرة الموؤدة بالفقر والموصل المقتولة روحها حتى بات العراق زرعا للأحزان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر